قبل أن أخبركم مين ضيفت بهذه الحلقة أريد أن أخبركم عن شيء مهم بالنسبة له أنتو تعرفون أن أتحدث عن شيء إنساني و شيء يهمني ولكن هذا الشيء كثير كثير يعني لي أنتو تعرفوا بخصوص كريس بخصوص كريس الكيك و تعرفوا أن كان في فيديويات أونلاين و كان في عالم كانت تساعد و كان فيه كوميديون و فنانين و عالم من كل المصالح يساعدوا و يعملوا أشياء كلمة ليساعدوا كريس أنه يجمع هالمصريات كريميل علاجه مع أهله هو عايز إبري حق ثلاثة مليون دولار سعرهم جمعين 50% هي موجودة بس نحن عم نجالب قد ما فينا أنه نخلص هيدا المبلغ و هلأ عم بحكم مع شباب عملين إيفنت قريبا كتير نحن نأخذ هلأ التفاصيل عم بيعملوا إيفنت لكريس بيأخذ العقل و هلأ بدي أحكي مع جون بول و بدي أسأله إجزاكلي هاي جون بول كيفك؟ هاي جون بول كيفك؟ أنا كثير منك حبيب و تانكيو كثير على كل شي أنت عم تعملوا أول شي بلش لي بالخبرية كلها بلش لي أول شي مع مين عم تتعايملوا و مع مين عم تتعايملوا أول شي بلنا لك تانكيو كثير على استغافة الحلوة من شك لك أنه عند تضلعوا بهذا الموضوع أول شي و أهم شي نحن عندنا سلام العام اللي هي نحن نصدقوا بالجيش اللباني و دفاع المدن بصبيب الأحمر و ننشكلهم بالتوضوع لإستجابهم و نأخذهم عنها صح عن جد عن جد برافو عليكم و بدي أقول لهم لكل شخص عم بتعاون معكم و لكل الشباب الله يحميكم فردا فردا من دفاع المدني للجيش مرسي كتير 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 و بدي أحكي هلأ كمان ما ننكفل لأنه ما نعرف بالتفاصيل تبع الإبنت ما نعرف بالتفاصيل كله ما نعرف شو عم بصير جمعة الجيه و أي ساعة و أي نهار ف بدي أحكي مع سيسين هلأ سيكون الأحد سبعة عشر الأحد سبعة عشر يأس على الساعة عشر الصباح عشر الصباح نعم المعرام الشامي و كل الشباب والصبايا اللي حبين هنا يعني المعرام الشامي صح؟ نعم كل الشباب والصبايا اللي معهم رح نرجع نحن نسيح لكي في الإفنت و نحكي عنهم فردم فردم نعم 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 شباب أو بنات وجوائز البنات أحلم أن يجوائز الشباب حسناً جيد حسناً أطلق سبوت سأقول لكم أنه سأقول لكم منه أنه بلاحظ حسناً سأل في عنا جينرا الفغالي شوتيت كلوب اللي فغالي هو و التيم سيكون على الأرض وعم بفاسر على العالم فور فري كيف يستعملوا القصر شو عم تباكي؟ نعم لا تقوصوا حدا شباب بس أنه تعلموا كين بس مش دوروا لتقوصوا حدا بس انجويت حسناً سنجد مرن كلا شي بايزيك سيفتي طبعا الجالس سبيد اميكس كل هل أصاس سنجد سنجد سبس سنجد مرن أصاس خلوز بروتكشن هندو هند بروتكشن سالي ستايل فإن سألنا شخصياً سنجد سأكون هناك في طراعين نعتبرني موجود quaisي وشرح سيل فونش جاي هل تسمعون؟ نعم حسنا هناك أساس تاكتل في صندوق خارطول هناك أساس لا تخطر عبارك للسفنسر ثم سنضعهم على الفلاير مع الفيديوز وننزلهم على السوشيال ميديا ونحن لا يمكنهم أن يشوفوا على الفلاير يتحدثون عنه أكيد وأنا سأقوم بإمكانهم أشتركوا على الفلاير وعلى الفلاير بكل شيء سنعرفوا الانفرميشن سنكون فوق سنكون نهار جميل في الجبل سنكون نهار بطاقة جميلة إذا الله أرادوا سنكون نعملت سلع مبسوطين سوا لا تتخيل كيف حلو الشعور؟ صح لا تتخيل هذا الشعور أنه بعدين بعد أحزائران يعني ضبت لعنا هذا الوقت الكافي لكن كريسي ضرب هذا الملك يخليه لأهله الله يخليه لأهله مجرد ما أنت تشوف أنه بقي عايش أكيد هناك أحلى منه هذا أحلى أحساس بالعالم كيف حلو أنه أنت تعرف ولو حطيت دولار واحد بس دولار أنك تعرف أنه هذا الشخص لعمره أربع سنين بده يضل أهله قدي حلو أنه ما فينا نساعد كل أولاد العالم بس أنه قدرنا نساعد شخص واحد قدي هذه الشغلة حلوية هو عنده مشاكل أنا مقلت لكم من قبل بعضلاته يعني عنده مشاكل بعضلات قلبه هذا الشيء كثير نادر بس إله علاجه وفينا نساعد بهذا الشيء حيالا شيء ولو هذا النصر الصغير بكل هالمصارب اللي عم تصير معنا بها البلد قدي حلو أن يكون معنا هيدا الشيء وبذات الوقت نتسلّة بينهار كتير حلو نتعلم ما زادت نتصير خصوصا أنه كل شيء رائحة فأنا نقول بشأن تافeter الكثيرة تافتغر سأخرث ليس نساعد حسنا طعب غب قوم بالحق رائحة ساسين جونبول حبيبي شكرا الي كثيرا لا نظمين أعلقنا بشاني و الشروط لقد تعرفنا على كريس شخصياً هل تخيل عباد أداش هو بكرياتيب أداش شخصياً أداش شخصياً وعرفنا من أحد كريس أنه هذا العلاج مضمون ألف بالمئة وعندك أحد عمله من أربع سنين أداشت من أربع سنين حسناً حسناً يا حبيبي وانا بحكيكم قريباً ومارسي كتير شكراً لأناك أراك حبيبي شعر لا يمكننا أن ننتظر وإنكم نساعد 10-15 دولار نضعهم أكثر ونزهق في الصهرات لذلك نضعهم في النهار لذلك نتعلموا جديد ونبسطوا ونساعدوا شخصاً ونعيشها الطفولة التي نعيشتها شكراً لكم هل ضيفت في هذه الليلة أكترس تيدي بريزنتر راديو هاست كميديين ومغنيين سوا كمان بس مراح لكم كيف وليش ستعرفوا قريباً بالحلقة طريقة بيحكي عن حاله بس ضرورة قدمه بس غير كلها ودولة صديق وفد شخص بيدحك وبياخذ العقل سوبر زكي شخص بيحكي أهلا شمي أت بتعرف إنه بلشنا بإذا ما حسيت صحنا 6 عشر طهي حسيت ما كن لازم عامل لكيك حسيتم انه شفتني بس اكتلعت شفيدا شوف انه شو عم بيعمل لازم ست بوزة انا لانه عدتا بيسألوني متل ما كنا عم نحكي عن صديقنا شوفي خير شو عن جهد لك لازم اتعيدها شواء لا ما راح نعيدها بليز راح نكفي راح نكفيها متل ما هي عفكرة كل المؤابلات اللي بعملون لا بعرف شو الاسئلة قبل ولا بحب اعرفهم لحتى انا جاوب ع طبيعتي وبلاس ما بحب انه يقطشوا شي من المؤابلة عن جد ابدا بس هيدا شي كتير نادر انه انت بتعملي هيك بس كمان من مدرسة يعني هلأ بيقولوا اه اوكي في عالم ما بتحب دقطو الشي لانه هيدا شي كول وجديد انه انت جاي من مدرسة لكل كنية مية بالمية لكل كنية بس انا طول عمري معروف عني ما بعمل كتير مؤابلات ولما بعمل مؤابلة بتضج الدني لاني هالقد صريحة وواضحة وبلس انه هالقد سبنتينيس ما بحب يعني فكر بالسؤال شو بدي احكي ولا شو بدي اقول مشان هيك مرات بتضج الدني بالاشي اللي بقولها لانه بقولها متل ما هي يعني ما في كفوف اعرفت ما لازم ايه وهدا الشي اللي كنا عم نقوله هونيك انا كتير استغربت انه انا قلتلك هيك هيك بدي يكون بودكاست لان عادة هيك بنعمله جيت انت قلتلي بعد زيادة كيف البودكاست بالا ما انا قلتلي ايه ما مش ضرورة نكون في اسئلة واجب انا ندردش ونحكي انه نحنا الناس بتحب تشوف الشخص اللي بتحبه على طبيعته وكيف بيحكي كيف بيتضحك كيف ما بدنا نكون وروح حط فصيل مشان اطلع معك بالمقابلة عرفت يعني وهالقد انا بتعرف قدي بحبك وقدي اصحاب انا وياك فهذا الشي كمان بريح اكتر انه يكون قادة وليد ان اد اي事 وعممه معك صح صح هاي جااااا اكزاك بس بتعرفي قدي هذا الشي انه انت كان نجاحك كان يعني نجاحك بي كل شي انت حطيت ايدك فيه او البيض برجك انت اخطي قدي انت اخطيها كتير عادة واما انا كانت يعني كان عندي شكوك انه بعملها هيك بس بزيات الوقت انه لا بركي يا ويسام بركي في كم شغلة بس انا وقعد لحالة بالله لقول لا لا كنت عم يوريل مع حالك مية بالمية سوالا عم بتطلع فيك انت عم بتعملي هيدا شي من كل قلبك والكل بحبك وانت عندك كل شي اشتغلت عليه من قلبك بس بشروطك صح هيدا شي وانه هيدا شي لالي تس رول موضل لانه انا عطول كنت تقول له لابي يا ويسام يا حبيبي يا ابني لاش ما بتعمل هيك هيك بس لا حلو كتير ويسام بتعمل شي انت مقتنع فيه اصلا ما بحياتك تعمل شي مشبور في هاي شغلة لانه كتير بشع لا انت بتبين حقيقة ولا الشغل اللي عم تعمله بيبين حقيقة ومن قلبك ولا بينجح بس لما بتعمل شي من قلبك من جوة وانت حابب تعمله مش انترويو صغير بيطلع بطيير العقل شو ما عم بيزبطها الميكروو معلم في عندي الكاربيراتور كاربيراتير كاربيراتير ايه من قالها باسأل فيلم يا الله كنت عم بحضره من شي جمعتان بعدني لهلأ بحضره مش عم بمزح الشغلة الوحيدة اللي بحضره انا ما كتير بحب احضر سكيتشاتي لانه قد ما بنطقت حالي ثو تعالي من هون تضحكي هي 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 بس باسأل فين ما طبيعي قدا بيدحكنا وقدا بعدني باكتشف اشي ما كنت شايفتها انا وحضرته قبل يعني كلمة بتكبر زيادة بتصير تشوف اشي معنى غير طريقة ما من انت وصغير عم تحضرها اكيد لانو عم تشوفيها بيكونشسنس تاني يعني بيكونشسنس تاني ما في هيك شي وما كان بس اسكتش لا كان الو كان فيلم ابعاد فيه تلطيشات فيه اشياء سياسي ما بتنتبه لانت انو اذا ولد صغير قاعد عم بيحضر بفكروا هي هي فيلم كوميدي وقد بزيادة لقلو لا في ابعاد كتير ودماج انو اليوم خياتنا دراما ومسلسلاتنا دراما يس يعني اليوم هالقدة صرنا بحاجة انو ندحك نحضر قصص بالدحك ناس تكتب اشياء بالدحك قدما الناس مدبرسة بحاجة انو تشوف اشياء مهضومة صح ولا لا عن جد قد بتشتاقوا تحضروا قصص انو فيلم بيدحك مسلسل بيدحك ما في الا بقوا نقوا عقوا وهيدي اتلا وهي اختصبوها وهيدي اظهر مع اختها ويعني عرفت كل هيدول الاشياء كتير بشي عبنا بس داعفي رولا هون بدي فكر فيها انا وشوف كوميدي مسلا انا سمعتها من انا كتير بحضر ستاند اوب اوكي وكنت مرن ستاند اوب بامريكا ففي واحد قال اللي عشو بتضحك انا بقللك قدي انت زكي كتير كوميدي بحطة مع انتليجنس يعني بحطة مع هيدا الشي اللي اوكي فيها وعي فيها مساج فيها اكتر من الدراما كوميدي هي مساج تب ليش اليوم بيتكلوا صري اليوم بيتكلوا على سبق وقلت قبل بمرة وعن برجع عيدة معك بيتكلوا على القصص الزعرى نام وعلى المثبت لا يضحكوا العالم هيدا ما انو كوميدي لا هيدا اللي بقلهم يا يعني نحنا من اسأل شي لليومان لما في مثله للستاند اوب اللي عملناها لما سرحيتنا منقول قصص مبطنة لانه هيدا الشوائعية بمجتمعنا ولكن ما بنبني نكتتنا على مسبة ما بنبني نكتتنا على شي خسور او على النصاحة او على شي انو نحنا نحقر بشخص يعني انا طول عمري بقلد فنانيين ومغنيين وانو ما بحياته حدا ايش اقل لي رولا انت عملتي انا مرة ما بنسى هيفا هي عطتني تيابا على غنية ادو لهواك تنساني لانصور الكليب وصورناه بنفس المحل بنفس اللوكيشن مع نفس تيابا لقلدها يعني شوف ادي كانوا يحبوا انو نقلدهم لانو التقليد تبعنا كان شفاف ونظيف ومن جرح فيهم لندحك الناس عارفت؟ فهيدا كتير مهمة هيدا الجيل الجديد اللي هلا عم بيطلع وعم بيعمل كوميدي ضروري يعرف انو الكوميدي مش بالنكة الزعرنة ومش بالجعير ومش باننا نتمسخر على الناس ولا انو باننا نحكي ساكس هيدا الشيء بيخلينا نضحك ومنبين كأنو ما عم بيطلع لنا ساكس كأنو مستمع منغلق على نفسه هتا نكون كلنا صارحين مع نفسنا جايز ما في حدا ما في حدا مقصو بيحكوا بطريقة كأنو هيدا الشيء ممنوع وهيدا الشيء ما انو مصبوط وهيدا 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 مع انو انت قادرة يعني انت شابو بتعرف احنا شابو اكلناها اجان مرة تانية انت شابو بتعرفها احنا بخصنا انتو بس شباب انتو بتحشروا فينا بتحركشوا فينا بتلولنا قلبنا احنا مندعف احنا وردة بتشمة بتقطفها وبتكبة لا بس حلو 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 هيدا الشيء اللي هلأ طالع عم بيعمل قصص جديدة اه اكيد 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 كتير شاطرين عفكرة كتير وما خصن بهيدا الموضوع اللي عم نقول عنه اكيد ما بيحقروا ما بيسبوا ما بهيدا لا يضحكوا وهون برجع لحديثتك انو مظبوط قديش انت زكي لتضحك بمساج اللي عم بتوصله مظبوط وعنجد بيصيروا يقولوا اوكي الشعب اللبناني ما بده هلقدي فازلك وما بده هلقدي انا ما عمل لك فازلك زياد الرحباني يلي عنده اقل وظيفة مع كل احترام لكل وظائف يلي ما عنده ولا ربع شهادة وترك المدرسة على السيزيان بيسمعوا بيفهموا ويلي اكبر سي او بي ابل بيقدر يسمعوا ويفهموا لانه عمل شي من قلبه له علاقة بالواقع والشعب اللبناني اللي عم بتحكوا عنه اذا شايف هيدا الشي الزكي رح يتقبله بس هو ما بيعرفشوا بده لانه ما عطيناه إلا ما عطيناه إلا هالخيار إلا هيدا الشي فاتفضل انت هيك هلقدي سعرك هنا اعطوس اعطوس يفشو سئيلي وططوقف وقفيت اي 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 تنفس من من خارج روح للعطسات ما تكون انت عديت نقل قبلتك بس سرعة اه لازم اخوا دوات اي اي شي ساعة ساعتين يعني انو هلقدي الفيروس سريع لا هلقدي انا حسيسة الله اديت سالة انا بسالة بردوات او ماي جاد قلتلك اليوم انا وكارول مارون عم نحكي عن سيليبريتي قالتلي قدي اصلا تحبك واشتقتلك كتير قالتلي قدي كنا نضحك كتير لما عم بقل لي انا جاي قدتلي قدي كنا نضحك قدي كنا ننبسيط نجد كنا مثل عيلة يعني كنا عيلة وضغر ضغر اتفقنا من وقت ما ضلانا واعين للساعتين تاني بقى الضهر انا جاي بنتصور هالبروزيط لا نو وي هايدي تعرف هدي كل مرة نزل من كين عجقة على الاوتوستراد اللي بياخد طريق جنون القديمة وما رأت وشفت الاوتال اللي ما بقدر شوفه ولا فكر فيه بحياتي لانه كيبوس انتو ما عرفتو شو صار فينا رحنا ننصور برومو لسيلبريتي دوات بلشنا الساعة تنتين الصبح بلشنا تنتين الصبح دجا نحنا من السبعة الصبح قبل بنهار يعني وصلنا سبعة الصبح عاساس تمانية تسعة التوب كاميرا عاساس ولو ما باسم يا خور عم بيخبرنا خبار حلوة كتير ومهضومة ما كنا ضلانا واعيين ما كنا ضلانا واعيين ادورد بيعمل مشكل مع المخرج انه يا حبيبي ما بيزبط هيك انت عم بتوعينا على الفاضي نحنا كنا عمول يا ادورد يا تقبرني يا حبيبي ما علي طلع فينا كلنا شوفوا بس ايه وفعلا صح فعلا خلصنا على تنتين تلاية بعد ظهر عم نحكي مع حالنا شو بعد ظهر وجه الصبح لا بلشنا وجه الصبح خلصنا تلاية بعد ظهر ايه لما لما بل نحنا جينا بكير اه ايه مية المية نحنا جينا بكير جينا سبعة تنتين تلاية الصبح كان توب كاميرا تنتين تلاية الصبح صار توب الكاميرا نحنا هيك يعني ايه عم نموت عم نموت ايه? خلصنا ثلاثة بعد ظهر او اربعة. بعد جمعة بيوصلنا خبر من انه كبوا كل الفوتج. قال لانه ما طلعوا حلوين. راحنا لعند ادورد عم نبوصله ايدي. صراحة. ابكينا. 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 هيدا. ما بقدر شوفوا للقطيل قدين عجقت فيه. الكم جايز. تعوا عراس سنة. نحزوا. انه كتير برايفت الروف طبعه وكزا. وكلنا مع بعض ومنبسط. معت ادرا شوفه عم بلك بيرقة من تحت اوه. كأنه شفت شبح. لا ما ما عاول. ما ما عاول. ايه ايه لا بيك تايم. بعد وحلو بس. ايه. انا هي هاي المرة اول مرة واخر مرة. بس تطعف وقال مرجعت رحت على الوتيل. بس عم بتطلع. شوف الناس. عن جد. حسيتك. عن جد. عن جد. بتقلي بعد وحلو. بعد وحلو وشطت رايلتك عليه. بس بعد وحلو مع مع غمزة. كتير خرش بارتي يعني هدا قصدي. اه خرش بارتي اوكي. بين الاصحاب. طيب صدقتك. طيب صدقتك. نظفوا للشارع هيك بقولولي انه. عن جد? انه تنظف. انه كتير اشها تسكرت بالشامعة الاحمر. يا حرام عن جد. لانه ما بق معهم اللبناني يدفعوا. اكيد. انا فقال له. لانه هديك ما انا ما نحب الاداب ورح نسكر بالشامعة الاحمر. نوب. 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 انت بس ما عندك حدا بغي يجي بس هاي. اكزاكتلي. ادي عم تبصت بالراديو. كتير ما بتصدق ادي. you like it? انه حسيتي حالك انه اوكي. تجربتي باغاني اغاني لما كت عمل الصباح. بوقت اللي كنا صح. كان عندي نهار بالجمعة. اه نهار الاربعة نقيته لانه تقوعة فرد مرة بكير لانه عنده تصوير. اقوعة خمسة الصباح. اه كون بالازاعة ستة ونص من السبعة للعشرة عم بحكي. وانا حدا وما بحب احكي الصباح يعني ماكسمم هي الكف طبع ايدي. انه بونجور بس بعد ساعتين بينطلق الاحبال الصوتية لانه قبل بتفكر زلمة قاعد. عم بيحكي معك انه انا 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 مباعد في الصبح بدي اقول بونجور. بونجور. هالقد. انا ورايحة على الراديو. اوكي. بالسيارة اكيد اللي عم بيشوفني بقول هاي جنيت. عم غني بس عم صرخ. اها ايها. لا يفتح صوته لانه صوته تخين. التو. ما بيفتح الصبح. اوكي. كانت تجربة صعبة جدا علي لانه خلص من هونيك انزل عالتصوير. اوكي. يعني خلص عشرة. ضل صحبة طيران على التصوير. صير الساعة خمسة بعد الظهر بلش لوش انا يعني. خلص ما بقى ما بقى فيه تركيز. بزيارة. لانه عبوعة خمسة الصبح. اه عملتش تقريبا شهر او وشهرين. اه. وبعدين ما قدرت تكفي لانه كتير تعبت. بس ايه الاسكاجول كير فايد ببعضه هيك. ايه كله مع مع نحنا مسرح مع سفر مع ما في مثله. اكي. يعني تعبت. هلأ تجربة كتير احلى. اول شي لانه بعد الظهر من الخمسة للستة ونوص كل يوم من التانين للجمع. شو حلوة. كتير حلوة. والاجمل منها التواصل مع العالم قديش يعني بتعرف دغري قدي الناس بتحبك. يعني هني عم بيخلوني جبلون ومواضيع مهضومة. هني عم بيخلوني يكون لذيذة. هني هني. كل الوقت هني اللي عم بيعطوني لقاطيهم. شو حالو. هالقد حلو. هالقد مبسوطة. وسبشالي لانه يعني بعض الظهر مع اغاني مع الناس العجقة. انت عم بتموه عنهم. عم بتسليهم. عم عم تسألهم سؤالات عم بتشاركون. بحياتهم اليومية اللي عم بتصير معهم ان كان مع جوزة ان كان مع بيته مع ولاده ان كان هو بمكتبه مع شغله. بقى اليوم واحد منهم لضحكك. بيبعتلي انا كتقايلي ببعمل مثل اليوم. اوكي. عندما عنا امتال بلبنان. ايه. فقلت متل اليوم اللي بيجيك. الباب اللي بيجي منه الريح سده والسريح. انتو في عندكن هيدا الباب بتصدوه ما بتصدوه. بقون واحد بقلي بدي نصيحة منيك. انا عندي هالباب بالشغل من الصبح لعشية سبعة ايام بالجمعة مدار السنة. شو بعمل في هالباب? قلت له بتترك الشغل. خربت له بيتنا. شيخ خرب البيت كله. بس انه ما عنده حال تاني. اذا في عنده اشخاص هلقد مقزيين. هلقد حقودين. هلقد عم بيعطوك بشغلك ببيتك بحياتك حتى الاصحاب. انه اذا ما قدرت تعمل الميت وتشيلهم من حياتك تختري بحياتك. مع نواها صارت مع جمعة الماضي. خبرنا. اوكي. اه. بخصوص عم تقليلي انترك شغلك وقدي انت بيكون احسن هذا الشي. لحديث هلقد كل اصحاب اللي حكيت معهم بعد ما انا بتعرف انت مع شرك الانتاج. طبعا. ان كان ممثلين كوميديين مغنيين شو ما كان. طبعا. تا اخر شي الواحد يعني حط ولو نص دعسة بالارض ويقول حط اجروا على الارض ويقول خلاص بزيادة هالقدة. ما فيكن بقى طعم. اكيد انه لا يا حبيبي ما انت مننا وفينا ما انت من العائلة. وصير في هال انه اه وسامة. اه بلش. ايه بلش. يوعى. بلش يوعى اكتشلي. بس هني ما رح يقولوا بلش يوعى بلش يقدر. هني قالوا بلش يحس انه نحنا عم نطرقه. صح. بلش يحس انه نحنا عم نستفيد منه بس ما عم منفيده. مية بالمية. هايدي الغطسة بالماء المسقعة بالنسبة للمسله وبالنسبة لحيالله فنان. قديب انه ما علي لعله خيرا. طبعا. تركت الشغل انيوي مع عالم. وقلت. اتس اوكي. خليني اترك هيدا الشي وزيح. تا اشع. الله. تا اشع. ايه. تا شوف شو عندي غير عالم. تا شوف ما عم بيخلوني اتحرك. ولا عم بيخلوا غير شرك تجي تحكيني. ولا هيدا. خليني خي معلش انتو ما عم بتقدروني غيركم بيقدرني. تا شوف. وبعتقد لانه عم بنقل بهيدا الشابتر الجديد بحياتي. من ناحية التمثيل. اه. كأنه صارت بذات الوقت. كأنه ما معقول. كأنه الله والكون والدينة كلها بتحط هيدا المشكل قداميك. تا تقلك انه اه اوكي. ويسام انت كان بدك تعمل هيدا الشي اصلا. موف. عم بتفكر فيه. يعني كان باللوعي طبعك. اه مية بالمية. تفضل هيدا المشكلة. لك ويسام. اه انت بنشوية عم بتقلي انه شوفي انه هيدا البيت. تخيلي انه اتنعشر ساعة قبل ما تذكرون هيدا. طيب انا دايما بحياتي بقول انه لا تكرهوا شيء لعله خير. لانه دايما دايما بحياتنا ربنا عارف وكاتب لنا كل شيء وعارف كل شيء بيصير بحياتنا. صح ولا لا? صح ميل ميل. مرات تضطر انك تخسر شغل. تخسر صاحب. تخسر سيارة. تخسر وات افر. لانه اللي من بعدها جاييك. جاييك الشي المنيح. بما انه هيدا الشغل كان عائق بحياتك. اللي انت مفكروا انه بيب كان. مزبوط. which is not true. لانه جربت هالبيب. دليتك واقف محلك مع انه في تونال كتير طويل وفي سبع تلاف بيب حواليك. صح. مقدرت تفتح ولا بيب لانك انت ورا هيدا البيب. مزبوط. وبتعرفي كان بوقته كيف العالم اللي بتعرف عليها. وبتعرف شو كنت عارف هادا الشخص لسنتان ثلاثة. بعدين خلص. بعدين كمشته. ايه. لقيته. شفت نوياه. مزبوط. وبتعرفي شو? علمني اللي لازم اتعلمه كان بس سنتان ثلاثة. لانه قبل ما انا التقفية في قصص ما كنت عارفها. صح. بتعرفي شو? انا كنت عايز اتعلم هيدا الامور. جريت اتعلمتني هيدا الشي يلا با كيف الصاروخ اللي بيكون طالع من الارض راي على الكوكب. بيكون عنده هون نفسات بيقلبوا عنه. زيت الشي تا يقدر يكفي. تا يقدر يكفي. خلص قلع فيهم. في تقل. في تقل. بدو يشيلها بتقل عنه لا يقدر يتقر. بدو شوية واسعة كريميل. تا يكون عنده واسعة لقصص احلى واشدد. مية بالمية بكل شي هيك بكل شي. حتى بالافحاب في عندك ناس. انا بقللهم الدنيا وجوه وعتيب. في ناس بيعطوك بيغلفوك. بيعملو لك غليف شر عن جد وبتصير تلاقي العمى. اه وصلت اللقمة لاتمي لهون لازلعيمة وانسحبت. اه لانه منحكي. لانه قلبنا طيب. قدما مبسوطين ومنوسق بالناس اللي حوالينا. سوما نخبرهم كل شي. انا السنة بالالفين واربع وعشرين لأول مرة بيحيتي صار عملي سبعة واربعين سنة. لأول مرة بيحيتي بسده. بسكر تمي بالمفتاح وبالقفل وبكبه بالبحر. لانه لقيت لما ما بقى احكي شو عم حذر. وما بقى احكي شو عم بمضي. وما بقى احكي شو عنده شغل كل شي عم بصير. كل الوقت. كنت احكي شو عم بعم و ولم مرة متوفقة بحيتي. طبعا كتر خير الله عكل شي انا حصلت عليه بحيتي اكتر مما بستاهل. بس كان في كتير اشي راحت مني. كان فيني يكون كتير مستفيدة منه. من ورا الناس والانتوغاش وما حدا يقلي ما في نيجاتف انرجي. مستحيل. هاي دي الاورة. تبعيتهم اللي بتصيبك ارض ارض بتجيب اجلك يعني. كده تحسي انه انت اللي لازم تشاركي العالم وتقولي انت شو عم تعملي وشو عم تمضي شو عم تتفن. قد ما انا بحب اللي حوالي. قد ما انا بوثق باللي حوالي. كنت تحب شاركون انه ما خبه. انه ايه اه اه اه. اه 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 مضيت كثرة. تب بتكون مضيت. في حدا بيمضي و بيمفكيس. تب مش معقول. يعني مش معقول. لم نوثق بالعالم? خصيصا يعني في عالم كده توسع فيهم ما بتوسع فيهم بقى لانه مننضج مننضج وبلاس في اشي بتعلمك بالحياة يعني انا الله يخلي لك عيلتك وامك وبيك انا وقت اتوفى بابي صار معي قصص شلت غربلت ناس من حياتي والكارثة كانت وقت اتوفيت امي بعده بسنة هونيك شلت تسعين بالمية من العالم اللي حوالي من حياتي كمبليتلي مش انه ضليت احكي انا وياهم بس انه ما خبرهم شي لا شلتهم لانه بوقت اللي بتكون انت حزين وبوقت اللي بتكون انت زعلان وبحاجة للناس اللي بتحبهم حواليك هني بهيدا الوقت بفضلوا يكونوا مع ناس يوم بسطوا هني وياهم لانه ما لهم جلاده يزعلوا كأنه امي رح تموت بس امهم ما حتموت فالدينة دوليب عرفت شو قصده وهي دول القصص بتعلمك اشي كتير بالحياة بتصير تشوف لانه قبل بتكون اعمى ما بتقشع من محبتك ومن هيك ما بتكون اشع بكون في غشاوة على ايونك بس لما تاكل بوكس على خلقتك وبتشوف قدي في ناس وصخة بحياتك قدي في ناس مصلح جيه قدي في ناس بيحبوك بس لانك مشهور ومعروف بس لانك بتاخدهم بتطعميهم وبتسفرهم بس لانك بتلبسهم بس لانك بتجيب لهم هدايا بس لانك بتقعد وبتعمل لهم عزيمة وبتبسطهم بس لما بتكون انت زعلان انا اصلا من الاشخاص بس كون زعلاني ما بحب كون مع حدا لانه ما بحب زعل حدا على زعلة بس انه شيء ومنه اكيد شيء ومنه وجدك انا يقول لقوع الموت كل شيء وللموت لانه هون رح تعرف مظبوط طبيعة كل شخص صحيح اذا بيموت حدا لو سمح له عند حدا او عندك انت ضغري رح تعرف كنت ما صدق كنت ما صدق انه لما بيقولوا عينه دايقة عينه دايقة يعني الشخص اللي بيخسر ناس بحياته بتبقى عينه دايقة عين المحزون دايقة ما كنت افهم شو يعني بعدين افهمت لي عينه دايقة لانه بتعطي بتعطي كل حياتك بتعطي وبتوسق وبتحب وبتعمل المستحيل لما بتحز المحزوزية وبتخسر مش انه تخسرت بساني يعني اكيد انه صريح مع احترامي للبسانيات ولا الكلاب انا عندي كلب وبموت في اسمه بونبون ايه لا وبيقولوا اسمه بونبون باي the way عمر الزمان والمكين اللي عندي مع انت حدا اكيد شايفت دينا من من هونيك شغلة فانه انت خسرت ام باي منه انه خسرت شغل خسرت احترق مطعمة بالانفجار كله بيتعود بس هون ما بيتعودوا صور ما فيك انت تاخد المهم لا نرجع لبونبون بونبون تسي اسكا كلب شايفته بحياتي اجمل كلب شايفته بحياتي اكتر كلب بعوه بحياتي عامل حالو داكر بوميرانيان اكيد رح يعوه اكتر واحد بوميرانيان نقايت اكتر سمايوه بالعالم انك حendy vin وان هو اودن بدي عرفك على اودن نقول اودن هو الماسكاوت اذا شاهد انت الايميجي η انتروضي حون المعلقة وفي الخلف العاء في وجه صورة أنا وأكتر وهو موجود هو الت SIM 형 هو الت SIM إنه آماه اسكا عطب الانتنسف كار وحيت الله طلع منا انتنسف كار? ايه ثلاثة يام هيك سار واختنقت وصلت على الاد على الهوبيتال وصلت على الاد على الهوبيتال ايه اوكي اودين بليز ما تقرب عارولا من البولن تبع الشجر ومن وبرلبساينات اذا لا تحرك خلي خلي ما بيأس لا 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 رح يجزدر اه بايدا اودين بيصير ينوي على البيب الصبح بفتح له بيروح كل سحرة لا لا وبيرجع بيرجع بيجي لهون بيصير ينوي غير مش على البيب بيفتح له تفضل يا طيزة فيتع قوتال انت راح جزدر خي عنده مئة شغلة عنده مئة شغلة عنده مئة قصة بده يموه فيه شبك بهايدا الشبك وبيقوط بيفتحهم بيضافيرو بيقعد برا بيقولوا انو الحيوان بشكل عام ان كانت سينات كلاب ما بياخدوا من بياخدوا من كاركتير صاحبون صاحبون عن جد كتير بياخدوا من كاركتير يعني طي يفتح ويعمل قديش انت ذكي طيب تعطيني القطعم للتابلو خلينا نقوي مش اقوى حلقة بالعالم ودي هو حلو انتبه هذا جميل رأسه شفت كيف بيروح بيفلت و بيرجع انتبه بس ما بتعمل لان انا كتير نيقى عليه اكيد انو ما بيأكل الى دراي فود و تريتس تبعو بس فجعان برني بس بحبه حبيبي ادي امرو ايه 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 راح تاكلوه هلا انا مرود شوية لان ما بيعرف لما ما بيكون بيعرف الهيدا سيرها شمشم اودن هلا ايه هلا انا مش جيت واذا في ريحة اودن علي بيصير غيران وبيتسمسم علي ايه وسميه عم بيقلك بغار الانتباه بدي شيبه انت بغار ايه انا بغار انا كمان شوية انجر ايه انا بغار بغار بالمعقول انهالفي واي ايه مية المية بس ايه بغار واذا ال يعني شريك تابعولي ان كان رفيقي او او حبيبي او ما بيغار ما بيزعل ايه بيزعل عن جد في احلى من الغيري الغيري بتفرجيك عن محبة انه عن محبة اكزاكلي مش انهن ابرس لحيات جينز مفخوط انه هم وان ظاهرة ايه دقيتلك وما رديتي بتطلعت انه ايه انه ايه تاني شي ما بدي رد ما بدي رد هلا يا خي بالطولات ماشي قدي بي فقصنا هيك العالم بحياتك لانه ها مش غيرة ها ناقص بتصير صح ها قلت ساقة وناقص ها قلت ساقة يعني قلت ساقة بنفسك يلي وكي بديلي كي من قبل وقتك انا عم نحكي عن العالم ومين نقق ومين ومين نخليه خلاص يفل لانه انا من المدرسة او انه انا بيطلع بحاله هيك انه بيحمل انا المسؤولية بيخدها انا انه انا عندي كنترول على هالشي انا فيي يقول لا للعالم وايه للعالم صح قدي ايام اكتر من مرة وحسيتها فيي انا او شفتها انه بيكونوا العالم يلي انا ماشي عملنا مشكل ومعدنا بقى اصحاب او فلوا من حياتي او مكانوا موجودين ليه انا كنت معهم الاول وبحس العلاقة فيي لانه انا كنت حس حالي لونلي انا بدي عوض عن شي وقبلت شو مكان انا خليت العالم تجي انا هيك بقول انا بقول ما بلوم الناس العاطلة بحياتي ما بلوم الناس السايكوس بحياتي ما بلوم الناس اللي عنده ستة الاف عقدة و جاية تفك عقدة عندي اكتر منهم حالي اني انا كنت بيوقت معيا كين بدي هيدا النوع من الناس يفوتوا بحياتي منذ ما احس اكتر منك واكتر من الوقت بالاول من اللوم بعدين بنحمل مسؤولية وهيدي في كتير فرق بين اللوم والمسؤولية اللوم يعني قلت يعني ايجو يعني انا اذا بلوم حالي و لا يا ويسام ليهيك عملت و ماك لازم تعمليك يا حمار يا جحش ليهيك عملت رح ارجع عيضة مية بالمية رح ارجع عيضة اذا بحمل مسؤولية يعني انا بقول ويسام انت عملت هيك انت انسان عادي كلنا بنغلط منك و سامح حالي ما رح ارجع ايضة تعالى كلنا بنغلط مينما غلط بالحياة مينما عمل شي غلطات بيب ده اداب اداب معزبين هرولي. شوفيه. 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 خيالته الله اللي خلقني. اي 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 اي. لا والحلو انه كنتوا انتوا بالحلقة يعني كانت عم بتناعشكن وهيك. هاي ده اول مرة بتصير بردوات. شوفيه. 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 حصيت هيكي. ايه نحنا عم نحكي عن عام. ايه عن جانب تحسين. يعني. ايه عنجا? تعرف ليه? لانه كتير حلو. وقتا منشارك الناس اللي من براك الكادر. صح. اخبارنا لانه هن كمان عندهم رأي. بديكم. صح مش حلو يكون صوت كون هيك بعيد. او واو. ايه تعاوا خبرونا شو المشكل? لانه انتوا بتعرفوا العالم اللي عم تحضرنا بفاكرين انه انتوا سعبين واحد بيضو. انتوا شوف. ان كلهم اتنان. ان كلهم اتنان. اتنين وهلكونا. لا انا كيف انا بس لو عم بتطلع فيك قد ما بضلع سبعمائة فراز. اه انا عم بتطلع. هلأ بنيسكته. انا هيك وشايفتم واحد هيك ويبسيح. وعم يمروا هيك جنابه. ولا اخضم. عفكرة حبيتهم كتير. عن ذهب. اول مرة بتعرف عليهم. بس زعلان كتير انه يكون عندهم فرص برات لبنان ما بدي. ايه. لانه ناس شاطرين ومهضومين وطالنتود. وعندهم هالأكسبرينس وهيك كتير بزعل انه ما يلاقوا وشغل اللييا يغدرن بلبنان. هاي لطشة لكل الشرك اللي عم بتشيب ناس بس واسطة بس تماتشغل ناس وتيوفروا تماتشغل ناس عندها الادراء وعندها الموهبة والضمير. سيكون عندهم ضمير معوهبة دعني السبب، انا افتح شركة. غازرولا رح تفتح شركة. هذه هي نظرية مع الحلقة. هلأ لا تعرف. لا تتعلم هذا هو أمامي إنها أمامك نعم أنا أرى كثير عالم موهوبة بس قليل يعني أنا تعرفت على الشباب من وراء غير مخرج وهذا المخرج كثير بحبه وعقلبي مثل العسل بس هاو الشباب هن اللي بيشتغل معهم مش لأنه بس موهوبين لأنه بوثق فيهم يعني هن بيدقوا للصبح ايه ويسامنا نجيب هاد الشي وهاد الشي وهاد الشغلة على الحلقة أو ليك فيه هون كان اللايت ناقص ما أنا نعدي لأنه بيخافوا على الشغلهم بيخافوا على الصورة تبعهم بيخافوا على الصوت تبعهم بيحب شغله هايدا اللي بينجح هايدا اللي كنا عم نحكي فيه أنه بدك تحب شغلتك لتنجح فيها أنت إذا ما بتحب شغلتك عم تشتغلها مثل اللي عم نشوفهم آخر همك مهم بس تتقبض هون الكوارث اللي عم نشوفهم على الهواء بالمسلسلات بالبرامج بالقصص بعدين اليوم التلفزيونات اللي صايرة عم تستهون ببرامج بس تتعبي هوا وعم تجيب قصص عم بتوسخ لنا زكائنا وراسنا ودماغنا وافكارنا لأنه عم بيلاحظوا أنه آه فينا نطلع مصاري نحنا بس إذا هل قد نعمل لأنه عم بيستهب له العالم 100% والعالم ما عنده شيء هلأ هيدا القنتنت الوحيد اللي بيكون موجود حبيب العالم عم تفتح التفي عم بتفكر بكيب بدوها بكرة تروح تجيب غراد لأولادة تياب أقصات المدرسة كيب هتعمللون السوريانس إذا مريد ابنك كيف ده تجيب له دواء ولا تفوتوا عن المستشفى فحطين هالتيفي فرحط شو مكان بس أنا ما فكر شوي ما بدي ما بدي فكر بشي لا تفوتوا قصص ويكونوا على القصص هبر فلا تفوتوا لأنه رح نجرب لكل ما تفوتوا بس أنه ما تفوتوا ايه عن جد لا ايه 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 انا ما كتعرف انه هيدا الشي بيصير بين اتنين منهم صاحبين بس اتبعنت لي بيصير بس اتبعنت لي صاري بعدين قاعد الفيو من هونيك احلى مي قاعد بوجه اه 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 اولاك لازم تستحن حبيبة اه 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 ده بشو. واو. متل التوكشوز الاديمين. مية بالمية. اوكي. اوكي. ولا حتكون كتير حلوة. وكمانه يكون عارف لنقول كاركتار الضيف اللي عندك. هي طبعا بده كمانة قوة اكتر. انه يعمل شي عن الكاركتار اللي معك. عن عن الشخص الضيف اللي بيكون موجود معك. ان كان فنان. ان كان ممثل. ان كان مغنى. ان كان مغنى. ان كان مغنى. بيكون هون مغنى. اكتر. وضيفك. هو بيحكم على الشيء اللي عم بصير. نعم. انه ممتع. انه ممتع. وفكرة جديدة. وما حدا بعض عملها. اسم لذلك هي سيدة. وانت راح تكون عم تعمل كتير اشياء اللي بتكون عم تنجيع. نعم. عنجاد فكروا في ايه؟. وساجلوا باسمي. reicht. هي الممتع. ع quêفة رويلتي زي. خلاص رح اخد من الرصول كلها. 90 بالمية. 29. فال harmful. recipient. اولا فكروا في ايه عن جاد. um تكبرنا كيف هذا 99. تتعين فيمتو الماتا فورجاز ع كرسي انو بتكون كرسي سياسي وحيك بكون كراسي وصبحت انو هون عندك المود كتير خرش هاي اللي حقلك شو كتير مهم وقتا بتفوت على بيت حدا او على ستوجيو او هيدا بيتك يكون فيو هيدا البوزيتفتي هيدا اللي بتحس انك قاعد ببيتك وانا من الاشخاص بفوت على بيت يا بتربق قلبي وما بقدر اقعد ثانيتين ع بعضن يا اما بقعد وبمد اجرية وبعيش اللحظة يعني ايه نا كتير شو؟ نعم 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 بيتك عنشاد الله يهانيك فيه كتير هالقدي بريح متل صاحبه كله بوزيتفتي وكتير حلو وخارج انزا بتعمل هيدا الفكرة دجا فكرتك انك تعمل البودكاست هون هالقدي مريح هالقدي مريح خاي بدي فاجيك هالقريفتي بالمكتب جوه هالقدي مريح واو هيك ام جست دي اتصمت بليز يليه بحيط اصارت دي اتصمت لريح فكر شو عم بتقلي لانه طرقتني كتير قصص ايه محلوين كلهم انا بس انا مبسوط با هيدا الشي بس تعرفي بعد كل هالفترات وشابترز مختلفة انت قطعت فيها بالكاريير تابعك كل ما توصل على تشابتر جديد بيضال فيه شوية تراك او خوف او انه شو هالباب الجديد اللي عم بينفتح بيضال فيه هالمجهول صح انا بعدني لليوم كل ما بدي اطلع على الريديو مع انه على الريديو بس مسؤولية كتير كبيرة الناس بي فكروا انه انت عم تحكي انه فيك تحكي شو مكان شو مكان لانه اللي بيطلع من تمك خلص طلع خاصة اللايب على المسرح الدائلة بيطلع على المسرح اذا ما برجو في قبل 30 ثانية مما اطلع يعني انا فشلت بحياتي صح على الكاميرا على التليفزيون على المسلسل على اذا ما بتحس بي هيدا الخوف يعني انت صدقت حالك كبرت الخصة براسك اشاطت وما عم تعنيلك بقى اشاطت اشاطت مشان هيك كل ما بعمل شي جديد بحياتي اذا ما حتيت بهالرهبة وبالخوف وكون عم جاري بشدع حالي وقوسق بحالي واعرف انا قدي بعطي وانه انا رولا شامية نعم انا رولا شامية هون وهيدي هي شغلة هون الفرق بين الايجو بين الكنفدنس انه انا رولا شامية لا بقدر وهيدي شغلة كتير مهمة في عالم ما بده تعمله لانه بتحس حالي انه لا انا مثلا انا وطاقنت اصغر بحس انه ما كان بده اقول هيك لانه كتير شفت بحالي قدام العالم وما عارفت فرق الاثنين بيناتهم انه لا فيك توثق بنفسك بس مش يعني انت عم تشوف حالك على العالم اكزاكلي توثق بحالك شي صح وتشوف حالك على الناس شي تاني كليا هايدي خسارة اكبر نجوم شفناهن بحياتنا كيف خسروا لانه انت مين بعليك اليوم جمهورك اذا تعليت على جمهورك انت اشطت لانه الناس بتحكي بتقول مرة انه صفا هلا مرة ما تصورت مع فلان ماشي الحال لا ما فلان حيخبر عمته وسته وجده وابن الجيران وبعدين بتوصل 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 شو بدكم فيه هيدا واحد جلق صدق حاله لعما طلبنا منه هو شو بكون طالب منك صورة انت ومثلا انا عم بحكي بكون طالب مني صورة انا وبقلب سالون الكوافير حاطة صبغة عراسي وشاطت من هون عرفت ولو صورة شو طلبنا وحاطين لي هول السانيتا يعني ببيني مثل الفراعنة انه بتصير مرة بتصير بس لما بيكونوا عم بحكي عن اللي بيتنمرد على الناس دايما او تتنمرد على الناس دايما ما بتقبل تتصور لعنا مانا حاطة ميكب الناس بتحبك بميكب بلا ميكب مش رحت قادة تعيب عليك يااي فكرنيها احلى من هيك انه او انت ما بتوسقي بحالك او انت ما خرجك خلص انه انه ولس صراحة ازا فيه عالم عم بتقول يا الله فكرنيها احلى بلا ميكب هاو دول اكتر عالم داي فولو يو اكزاكي هاو اكتر عالم ويافو اخبارك حبيب الناس انا مثلا اللي بيقهرني اللي بيقهرني سوري اي انا اني زحت انا عم بحكي حسيتك طلعت فيه وجه ارتني ماشي الحال ماشي الحال بالكادرت الناس ازع الشي وانتو بليز قولولي اذا انتو بتوافقونا الرأي الناس اللي بتتابعك على تعملك فولو على انستجرام على تويتر على فيسبوك على كل المواقع التواصل اجتماعي بتنترك لتنزل شي بتبلش فيك طص ايه انو ايه مش حلو مش لي بيقلك شعراتك هيك ايه ماذا ما حبينا مقابلتك اليوم اصلا احنا ما بنحبك خي ما بتحبني وين امتبعنك ليه ايه ليه عم بتقلي ايها لا قلي قلي ما تكون امتبعني وقلي ايها بفهم طلعت بخلقتك ما بتحبني بس انو لحقني وما بتحبني خي ليش عم بتعزب حالك ليه عم بتسمسم نفسك وتشوفني وتشوف خلقتي فيديوياتي ولا شو عملت وانت ما بتحبني لشو هذا نقصك انا عم نحكي عنه من قبل مش معاولين وعدة احنا نحنا بنعرف انطراجنا او بنعرف العالم يلي تخلينا عنو او تخلو عنا ونحنا كفاينا مع اصدقائنا مع رفقاتنا عيالنا او حتى وقتنا نكون عاديين لحالنا بس ما بنعرف الملايين الاشخاص اللي برا اللي هن في عنديك ستمائة نوع ستمائة شاغلة نسمع عن عالم بتقتل اهلية بالبيت يعني بس انه في عالم من كل الانواع والاصناف والالوان وفي عالم مزعجة مزعجة بتحقر بالناس بتعملهم بتعملهم سيت لانه بتعرف اليوم في عالم كتير عقلتها هالقد محدودة بتصدق كل شي بتشوفه على السوشال ميديا اليوم بدي عن جد تقول لكل الناس مش كل شي بتشوفه على السوشال ميديا حقيقي لانهن فيهم ياخدوا بارت من هلا شو عم قول ويحطولي بارت تاني مجاوبة فيها عشي تاني ويكتبوا كانت عم تحكي عن مدر مين وانا عم قول شو سئيلة بكون عم بحكي عن حالة يمكن بكون قولت شو سئيلة قطاش بوقف شو بعمول بعضو ماشي الاوديو كلو ماشي لانه نقشت كهربة الدولة تانكس دولة اجيت اجيت شكارب الدولة جميع هين زفب انه فيه حينما تصدق كل شو بتشوفه انا بدي اطلب من الناس مش كل شي بتشوفه على السوشال ميديا تصدقوا لأنه مشكل شي بيتصدق ومشكل شي حقيقي ومثل اللي حعطيك كان عندي مقابلة مع جاد عمل برنامج جديد على وطلعت بحلقة صح أو مش صح انا قلت خبرية مش مظبوطة اني جوزت بحب واحد برا وحب لي هلا وصدقت الناس والجمهور صوت وانه قاوت نحط البارت قبل ما اقول غلط الخبرية بلاقي السوشال ميديا كلها عم تحكي اني انا جوزت واحد وبلشوا يعلقوا على الفيديو ايه انه برا انه مقرش انه وهي الخبرية يعني ما بينطروا لا يسمعوا اذا ايه ولا لا 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 ما جوزت لا مش حب لي لانه ما بد نينياها تكون لأ لانه ايه لا يعلقوا اكيد ومش بس تا يعلقوا تا ما يعيشوا مقساتهم هنة ما اذا اذا رولا عم بتعاني من شي اه يعني انا انا سفا يعني انا ما يعني انا ما يعني انا خليني ركز على رولا ايه انا ما بين شي يعني يعني انا كل شي عم بيصير معي يلي هو كمان وهم بيكون بس من ورا نقصي هو منه شي خليني انا بس تركز على رولا احسن احسن بس تركز على رولا ايه ايه وكرم لهيك العالم تك 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 ادي اخذ من وقت العالم سترتف Cassandra تليفوني سايلنت نهار الاحد بتفيه حقا؟ نعم وقتا بكون مع اصحابي بقبرن اذا حدا بينسك تليفونه بقبرن انو نحنا جايين نقعد مع بعض اذا بتكون طلقتوا تليفوني تكون الا طبعا اذا اصحابي بدون يحكوا مع اولادن هيدا موضوع تاني بس انك تفوت تقعد تحضا تشفلي انستاجرام و تيك توك بموت بموت بقلن انو كنا قعدنا على التليفون وما ضيعتوا لي وقت انا قعدة معكم لا هيدا صرنا منروح منتعشة بتقعد تطلع بتلاقي العالم كله على الطاولات ماسك سلولارات امام ما حدا بيحكي مع حدا هيك هيك بيلون يصوروا الاكل وياخدوا سيلفيز ويقعدوا على التليفون يشوفوا مين شايف البوست اللي حطوه او الستوري اللي نزلوها وكل شوي بيمسكوه هم بصير يعملولو ريفراش برك هالمرة شايفة هان شو هالجوع غير طبعا جوعانين الشهرة هاي دولة ايه 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 بس شو هالجوع اتخيل اذا هوا مشهورين يعني كأنك انت اخدت هيدا الشي وصفقتي شي ثلاثة كيلو ادرينالين هاي كرسة من الكوارث ايه كرسة قدام سهلنا حياتنا قدام نقمة بحياتنا لانه بس هو فرجة فرجة الايغو اللي هو دجا موجود انا ما باعتقد انا ما باامن انه المصاري بتنزع المصاري ما نزعتك المصاري فرجت انت مزبوط مين مية بالمية بس انت ما كان فيك تشوف بحالك وتكن فقير وتصار معك مليونين دولار صار فيك تشوف بحالك لانه صار عندك هذا البوست صار عندك كذا شغلي عندك سياراتك صار عندك خبارك صار عندك نسوان صار عندك صار فيك انت تقدر تشوف بحالك قدام العالم من ورها ديش فها حقيقتك انت الدجا عندك نقصك قبل ما تربح مصارياتك لوان شفيه اه اوكي لا بس انو لا بدي استفاد لك لديك فان ايلي ايسو كتير مزاجة مزاجة وصارت عم بعدين عم نحنا as public figures اليوم كان ينتروا مناطر ليسمعوا خبرية عنك ليشوفوك على التليفزيون اذا التقوا فيك على الطريق هول ليلا عرس اليوم صار على التليفون فيه يفوت يشوف شو عم تعمل حفليتك وين عم بتروح وين غنيت وين مسلت وين طبخت صاروا الهوس تابعون شبع ايه يضلون حاطين حالون على السوشال ميديا الفنانين 24 ساعة طب ما بعم بيشتقولكن الجمهور بيقلك خي اذا شايفها مثلا انتبهي قاطعة ايه معلش هلا تكون راحة على البيت هلا بتفتح لايف بتقلنا كيف بيعملوا الكوسة انه عم بعطي اجزام بتكون تغيرت من اعجاب مش بس ك انا تعودت على هذا الشخص انا بشوفه اونلاين صار عندي نقمة عليه لانه صار بدي يكون محل هذا الشخص متلو اذا هو انا عم بقدر شوفه ساعة البده ليه ما فيه يكون هاك ليه ما فيه يكون هاك ليه ما فيه يكون هاك بشعة بيعملونا ما تركاش على ها الراديو على ها التليفزيون على راسك كل الوقت انت وماشي قد ما بتسمعها لحالك بسي انت وهي بتقرف ايه سو اليوم انت ازا بتضل تشوف خلقتي اربع وعشرين ساعة ما بتعرفني قبل بس بتضل تشوف تصور تصور تكل الوقت على الفيديو وزو بطلع لك وين ما كان بتصير انت نطرني انه شو عم بعمل عم اتعودت عليا صار فيه واحد بتحقل بيننا انه اكزاكلي هيدا الشي اللي عم بيصير على السوشال ميديا صاروا معروفين لانه انت عم بيطلعوا لك كل الوقت سو بتصير انت من دون ما تحس بيطلع لك تنطر ومعد بقى حياتنا بالحاضر بانا وده سواء عندك ديبرشن ده سواء عندك انجزايتي ده سواء عندك عالم متعامل ستمائة الف شغلة بنسمعهم ان احنا مقول يا ربي انه شو صار فيهم ليه دغري وانا لانه ايه قبل كانت بالمجلات وكانوا البنات عم بيصيروا انوركسيك لانه بالنسبة لقلهم هيدا الموضل لانه هيك لازم يكون مثلا لازم يكون هيك تخيلوا هيدا الشي على ضرب مليون عم شوه ستمائة شغلة بالثانية مفتوحة هلا اليوم بحلقتي انا بي اغاني اغاني اعم بتفشو اسمو برنامجة لا والعاني مذكر خواسر بتقول يو ابري مضيني والويني والعاني والعاني استيزة سميتو والعاني يعني جب فالمهم بتضحك بتقول قدمهي شرشوحة خواسر ماذا؟ جلجو قشر شوحة خواسر خيصة اعرفت هي وعلكتها فما قدرت ما يكون اسمواني يكون اسمواني فاليوم عم بحكي انه كان ترندنج ونسوشال ميديا على بنت عم تعمل هي وحدة تانية بيعملوا على تيك توك مثل كمبيتشن كمبيتشن اكيد اوه انا فكرتها ماتت انه قالوا ماتت رجوع قالوا لا ما ماتت اه قالوا انه ماتت ايه انه هي غطها قلبها اختنقت شو هل يعني اليوم السوشال ميديا عم بيخلي ناس في صبي انتحر لانه عم بجربي ينط نو اه ايه اسمعت فيها انا جنون اللي بتكب بيض وطحين على حالة اللي بتجلمغ وجه بعد شوية رح يفوتوا على الطويلات يجيبوا هذيك ويعملوا ما بتفرق مع الجمهور بقى بيقدر يحضروا هيك شي ايه ايه مية بالمية انا ما فيه انا بكهرب انا ما فيه شوف مثلا كلب عم ينلبط هاو دولي بعرفتين بصيروا مثلا بصيروا مثلا ببطون معك خبر انه بعملن ريبوست وبجن جنوني انا بمو انا بصير بصير ابكي لحالة ما ما فيه ما فيه عدر مية بالمية ما فيه انا بمشاركة انه انا بس انسانسيتايز لهذا الشي ميشن هيك انت لازم تبلش تصير مثلي انه عشيه عن جد معربة مزح اوكي مشن تقدر تفكر بالقصص تابع ليتك وبيبشغلك وبيحييتك اوكي تتتنظف وتصفي راسك ودماغك بس ترجع الى البيت عشيه اذا بدك تتصفح شو بدك تتصفحه اذا انت بدك تفوت بهذا الموزيعك رميل شغلك اكيد تحطه سايلنت و تبرمو و تضيحه للتريفان من حدك وبزيادة اكزاكي لانه عندك وقت لقلك هيدا عم بيلوصلك افكارك ما عم بيخليك تاخد وقت لقلك لنخاعك اكيد لدماغك ليشتغل بمحال مزبوط سو فيه وقت انك تاخد ساعة ساعتين بدك تاخد ساعتين للسوشال ميديا انك تشوف شو عم بيسير حواليك لانه هيدا شغلنا اكيد بس خلاص على التسعة عشرة انف بزيادة بزيادة فينا نحضر دوكومنتريز فينا نحضر قصص ساعدنا بشغلنا اللي عم نعمل اكيد رح تساعدنا والعالم هيك رح تحب معليه بتكوني ارتست احسن اذا بس بتاخدي من هيدا مش ضروري مش عايزينا ما اخر شي منسير الرقم متل كل هالعالم يلي دي جا عم قادي عالسوشال ميديا كل وقت صدقني وبيوترك القصص يعني انت اليوم لما بتكون قاعد الخبر العاطل لاح يوصل لاح يوصل انت لي بدك توتر حالك تنبش عليه صح انا ما او اهلك بودوا يطقلك او اصحابك عارفت شو صار اا اا صار هكلي او انت رح تحس فيه يا حي بس انه ليه بدنا نضلعن من بحبش على الخبر للي مش منيح ليوترنا بقعدته تعرفي انا ثانك فيلي ما باركي ما ربي او كنت زيح عطول بالمدرسة كنت حس حالي انه يا الله باركي لازم يكون هيك او لازم يكون مع العالم بس كنت زيح وقعد لحالة تما كون بالمعمعة تبع شو الموضة حلو كتير تقضي حالة تبع شو الموضة ايه حلو كتير ايه بزياد حلو كتير تعطي وقت لحالك لجسمك لعقلك لريحة اصابيع ايديك من الشوبر على السينك من الحكة عنجاب تتكوني رولا مش رولا المسلي رولا الفناني رولا الكميديان رولا الطاكشو هوست رولا 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 ببيتي قاعدة بدي لعب بمبون بدي اكل بدي اشبتزان بدي بدي تفوت جارة السيارة انا وياها شوي بدي وقت لقلي انا شخصيا ستتحدث عن التزان شو حبيب القلب قول قول معل حد سالنا سيعة لا يمكنك أن تكون أطول حلقة حلقتها حسناً كيف كان ساعة وربع توني من كفة لأنه هناك ربع ساعة يجب أن نقاطشه أصلاً لا هي كلمة كانت كلمة أحلى كلمة آية طيب وغير هيك شو تخبرين غير هيك رح خبركم عن حياتي الشخصية دايماً كيفك بالسبار جيد جيد يعني بتقوم وبتروح تعمل سبار لا 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 رحمة لأمزون أنا بقوم بقعد بقول لازم تعمل سبار يعني فيش ساعتين عم بحكي مع حالو مع الله يا بركض بفقد شاب يا بعمل سباري اللي هو الويتليفتين وهيك عندي مرتين بالجمعة نية القلبك أنا كنت عمل سبار وقفت كنت عم بمشي تحت البيت شتت الدنيا في جيم حد بيتي تحية كتير تفجر لا نطريني نزلت نزلت شفتوا لا أنتوني وقال لي ناطريك بكرة قالت له لا التنين ما بتزبط هيك في عطيك نصيحة لا وما رح يجي أنا عمليك من هلا لأنه أنا عملت كل سبارات بحياتي وكنت رح فوت مع الحكمة باسكتبو وكنت عمري شي خمسة عشر سنة وبعدنا فتنا بالتمثيل وكنت عامل كونج فو وكنت بالمنتخب وكنت عم بياخد حزام أسود عملنا كل مئة ألف شاك تلعب هاكي كان في ثلاث فرق وهاكي وقتا كتير حبيت سبار وبعدنا قطعت عنا فترة وطرحت على سنجلس وركعت أكتر على التمثيل وعالغنى عملت كل شي وزهقت من كل شي ومقل جلاد لحظت ما بيزبط معك ولا سبار إذا حدا بده ياخدك ما بتزبط جربت بديك تشوفي شو بتحب تعملي وإذا ماشي بس تمشي وفكري فيها أنا بس تمشي تعالش شو الحلو اللي أنا مبسوطة فيه كنت أنا تحت بيتي في أناطر زبيدة كله مساكرين الطريق يعني هو نهر وهيك وما في تيارات سو شجر حواليك تمشي طريق والعصافير وزاقة زاقة العصافير وها هي كنت عم بمشي بس بس شتيت الدني بلشوا الاسكيوز هلا رح ارجع شمست اليوم أول مهار بتلع لكي شو بتعملي مسيفرها بصرزا خي وقت دي اي 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 ابدع انو عندي ميتا الشغلي بفهم انتو عم تمشي بس اركضي شوى ليش بس تا ضربت قلبك دقات قلبيك يسرعوا اذا دقات قلبك بيسرعوا ما فيني انا ممنوع يسرعوا ابدعا ولو شوى كرميل الدم بيخد بيخد دولة انو عندي دقات القلب وضغط قلبي كتير عالي اه خلص يعني انا عم تعمل سبار نعم سو ما بقدير اه اوكي لازم بس امشي بس اطلع طلعات لازم هيك ستريت احسن احسن هذا اجد احسن اسغلي اسغلي احسن 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 من إنتاجي. شباب تسمعين. تسمعون. بحبكم أدى الدنيا. أجركم بالطيارة بقصة. شكراً لك. أحبك أيضاً. أحبك أيضاً. وأحبك أيضاً لك أن تأتي. وأحبك أيضاً لأنك أنت أنت. إنه مرحباً. شكراً لك يا حبيب.